السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة مجلة الطبخ ظهراء وصفت لي كتبان على الفيديو الان فهي كلها موجودة على القناة واكتر منها كذلك ممكن تشوفوها وتختاروا اي وصفة منها بغيتو تديرو الوصفة اليوم ان شاء الله فهي وصفة دي الحلويات بدون فرن كتجي رائعة والاهم من هذا اني غادي نوريكم الطريقة باش ممكن تلونو الشوكولاتة البيضاء باللون اللي بغيتو بتقصح الكمش ويبقى الشوكولات سائل كيف كتشوفو المنظر ديالها كي جزوين وسهل في تحضير المكونات الاولى اللي عندنا اللي هي البقايا ديال النكهات اللي وجدت بهم الوصفة السابقة واللي غنخلي لكم الرابط ديالها اسفل الفيديو هنا عندنا النكهة ديال جوز الهند مع الحليب المركز المحلة وكذلك الخالط ديال البيسكوي والكوكاو العادي والخالط ديال البيسكوي والكوكاو المنكه بالغبراء ديال الشوكولات المر عندي قالب سيليكون انا اختارت هاد الشكل اللي كتشوفو ممكن تختارو مربع او اي شكل متو ما كتبغيو لغيفي غنص ديالو هي هادي وعندي شوكولات ابيض النوعية اللي كانستعمل غدي نخلي لكم الفيديو اللي وريتها لكم فيها لانا لون بلاج ديالها مبقاش عندي فهي ناجحة وما كيوقع ليش معا حتاش مشكلة وعندي ملوين غبرة في اللون البنفساجي ممكن تختارو اي لون انتو ما كتبغيو المهم انه يكون غبرة ماشي سائل وبالمناسبة هدا هو الملوين اللي كانستعملو في الماكارون اول حاجة قدوب الشوكولات الابيض بدون اضافات هنا دوبته في الميكروهند لكن ممكن دوبه في حمام مائي وخصو ما يبقاش فيه الكوتال يعني يولي لين وسائل كان بدان ضيف كمية بكمية ديال الغبرة الملوينة العديد منكم غايقولوا بانه ماشي صحي وبزاف ديال الاشياء انا كان وريكم طريقة ولكم حرية الاختيار في تطبيقها او لا تتبقى يتحركيها حتى ما كيبقاش يبانو النقاط ديال الملوين يعني كتولي مندمجة بشكل جيد ويدا بلك بان الشوكولات بداء مبقاش سائل ممكن تعود يترضيه في الحمام مائي وتستمر في تحريك حتى ياخد اللون اللي بغيتي فالطريقة سهلة جدا المهم ما ديريش الملوين السائل لانه غاي فسدلك الشوكولات كان اخد كمية بهاد الطريقة اللي كتشوفوه كان حاول نطلع في الجوانب والطبقة تكون سميكة نوعا ما كان خليها غيشي شوية كتشد راسها وكان بدان ملقها بهاد الكورات الصغيرة اللي وجدت من هادوك النكهات اللي وجدت بهم الحلوه بدون فرن ديال الفيديو السابق منلي كان نكمل كان ملق الجوانب بالبقايا ديال الشوكولات وكان حاول نسوي الشكل ديالها من الفوق باش يكون مقاد نخلي الشوكولات حتى كي يجمد اما كان دخلو التلاجة ويدا كان جوي سخون بزاف فكان دخلو المجمد واحد ثلاثة او اربعة ديالتقيق وكان خرجها كنزولها وكان حاول ما نمسهش من الفوق بالاصابع ديالي باش تبقى اللون ديالها لامع الاضافة الاخرى اللي غادي نزيد لها هي كان اخد شوكولات ابيض كندوبو كنديرو في جيب حلواني او لف بلاستيك كندير واحد الثقب يكون رقيق بزاف باش مجيونيش الخطوط غليدة وكان نوجد كل وحدة كنصوبها بوحدة كنقادلها هاد الخطوط بهاد الشكل وكان زينها بهاد الحبيبات ديال السكر الملونة واللامعة كنخطاحتها كتنشوف وكان قدمها بهاد الطريقة اللي كتشوفو كتجي رائعة منظر ديالها زوين وكذلك الذوق ديالها زوين والكلوين اللي درنا فيها ما كيغير لهاش الطعم نهائيا نتمنى الوصفات تكون عجبتكم نطلقوا فصفة قادمة ان شاء الله احبائي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة